اشتركوا في القناة ولا احد يسكنه توقف ابراهيم عليه السلام في هذا الوادي وانزل السيدة هاجر وابنها اسماعيل ولم يترك لهما سوى سقاء من ماء وجرابا فيه طمر وهم بالانصراف دون ان يتحدث اليها فتبعته هاجر عليها السلام وقالت يا ابراهيم اين تذهب وتترقنا في هذا الوادي الذي ليس فيه انس ولا شيء قالتها مرارا وابراهيم عليه السلام لا يلتفت اليها ثم قالت الله امرك بهذا فقال نعم فقالت اذا لا يضيعنا ثم انصرفت الى اسماعيل يا له من ايمان ويا له من صبر لا حدود له اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر